السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Technics for Solving DC Electric Circuit ونشرع اليوم إن شاء الله مع الجزء الثاني ومع الطريقة الثانية وهي طريقة المش Current وفي هذه الطريقة سوف نتعرف أولا على هذه الطريقة طريقة المش Current وكيفية Solve Circuit عن طريق Mesh Current ثم سوف نتعرف على الConcept of SuperMesh ثم سوف ننهي هذا الجزء الثاني ببعض الأمثلة لفهم طريقة المش وطريقة السوبر مش إذن بعدما رأينا في المحور السابق طريقة أو قانون الأوم وقانون الكيرشوف ورأينا في الجزء الأول لهذا المحور طريقة النود والتي تعتمد على الكيسي أل اليوم إن شاء الله سوف نرى طريقة المش والتي تعتمد على قانون الكيرشوف Voltage Low أو KVL إذن طريقة المش تعتمد على ثلاث خطوات لاستخراج التيارات الكهربائية في المش لـ Electric Circuit سوف نفصل الآن بالخطوة بالخطوة هذه الخطوات الثلاثة لفهم طريقة المش Current والاستخراج التيارات الكهربائية في كل مش لأي دارة كهربائية إذن الخطوة الأولى إذن الخطوة الأولى تستوجب كتابة أو رسم المش Current في المش للسيركوت إذن في هذا المثال نلاحظ أنه عندي two meshes عندي مصاران مغلقان إذن سوف نختار اتجاه دوران الطيار الكهربائي في هذا المسار المغلق الأول في المش الأولى كدوران عقار بالساعة سأسميه I1 ألاحظ كذلك بجانب هذا المش الأول عندي ماش رقم 2 وفيه طيار كهربائي اسمه I2 إذن الخطوة الأولى أرسم المش Current في المش الأولى وفي المش الثانية إن كانت عندي ماش أخرى أرسم كذلك المش Current في تلك المش الخطوة الثانية سوف أطبق قانون الكيفيال في كل مش إذن أبدأ بالكيفيال في المش الأولى ألاحظ هنا في المش الأولى عندي مصدر جهد اسمه V1 إذن V1 يساوي إن لم يكن عندي مصدر جهد في هذه المش سوف أكتب هنا صفر إذن هنا عندي بطارية قيمة جهدها V1 إذن V1 تساوي هنا عندي في هذه المش عندي مقاوم R1 و R3 يمر فيهم هذا التيار I1 إذن R1 مع R3 ضرب I1 وهنا ألاحظ عندي برانش مشتركة مع المش الثانية فأكتب السالب نتيجة اشتراك هذه البرانش وهي نتيجة وجود التيار رقم 2 اللي هو Due to Mesh 2 فتكون R3 ضرب I2 نفس الشي نطبقه في المش رقم 2 عندي هنا مصدر جهد فأكتب V2 تساوي أضفنا سالب لماذا؟ لأن الطيار هذا I2 وقد اخترنا بهذا الاتجاه يدخل من القطب الموجب ويخرج من السالب فأضفنا سالب في هذه المش عندي R2 وR3 إذن R2 مع R3 نتيجة التيار الموجود في المش رقم 2 لكن ألاحظ أنه عندي هنا برانش مشتركة مع من؟ معه؟ I1 فأضيف السالب نتيجة اشتراك هذه البرانش الـ R3 هي due to the I1 يمر فيها هذا الطيار فأقول R3 ضرب I1 وبالتالي تحصلت على two equation معادلتين يحملان مجهولان وهما I1 و I2 إذن في الخطوة الأخيرة ممكن أكتب المعادلتين السابقتين بطريقة المصفوفة مع علمي بقيمة الـ R1 قيمة الـ R2 الـ R3 كذلك معروف عندي قيمة الجهد الأول والجهد الثاني وبالتالي لا يبقى لي إلا استخراج الـ I1 و I2 دعنا نطبق الآن على مثال لفهم طريقة المش هنا عندي دارة كارة بائية مطلوب مني استخراج الـ Power للبطارية الأولى و كذلك قيمة الـ Power المستخرجة من المصدر الثاني السؤال الثاني استخراج قيمة الجهد في هذا المقاوم إذن لاستخراج قيمة الـ Power للمصدر الأول وللمصدر الثاني عندي قيمة الجهد هنا 40 فولت لكن الطيار مجهول عندي قيمة الجهد هنا 20 فولت لكن الطيار كذلك مجهول لاستخراج الباور وبالتالي سوف ألتج إلى طريقة المش لاستخراج قيمة الطيار في كل مش ولاحظ هنا أنه عندي 3 مش current عندي 3 مش هذه المش الأولى وسميها I A هنا عندي مش أخرى ما صار مغلق I B وهنا كذلك عندي ما صار مغلق ثالث اسمه I C فالآن هنا المطلوب هو استخراج I A I B وال I C مباشرة نأتي إلى المش الأولى عندي مصدر جهد والتيار يخرج من الموجب وبالتالي 40 تساوي تساوي ماذا عندي في هذا المش الأولى مقاوم 2 ومقاوم 8 إذن 2 مع 8 سوية 10 ضارب التيار الذي يمر في هذا المسار المغرق وسميناه I A إذن 10 I A الآن عندي ألاحظ هنا برانش مشتركة مع من مع I B أو IC مع IB وبالتالي سالب نتيجة هذا الاشتراك 8 IB يساوي 40 V المش الثانية هنا ليس فيها مصدر جهد وبالتالي 0 يساوي كم عندي من مقاوم 6 6 و 8 إذن يساوي 20 والطيار الذي يمر فيهم اسمه IB لكن عندي على اليمين برانش مشتركة مع IC وبالتالي سالب 6 IC برانش مشتركة لهنا مع I A فتكون سالب 8 I A الآن المش الأخيرة والتي تخص IC عندي هنا مصدر جهد إذن 20 لكن سالب لأن الطيار هنا يخرج من السالب يساوي كم عندي من مقاوم في هذه المش عندي مقاوم 4 مقاوم 6 إذن 4 مع 6 10 IC لكن ألاحظ هي البرانش هذه 6 التي فيها 6 أوم مشتركة مع IB فتحمل 6 سالب 6 IB إذن ألاحظ هنا عندي ثلاث معادلات يحملان ثلاث مجاهين بطريقة المصفوفة أو بأي طريقة رياضيات أستخرج l-IA l-IB وال-IC ألاحظ هنا الاستخراج إذن الباور وهو سؤالنا الباور هو ليس إلا قيمة الجهد نعرف الباور هو V ضرب التيار إذن هنا بالنسبة لل 40 فولت عندنا 40 ضرب IA ال-IA قمنا باستخراج ها ال-40 هي قيمة الجهد وأستخرج قيمة الباور بالوات أضفنا هنا سالب لماذا؟ لأن الطيار هنا يدخل من السالب ويخرج من الموجب في القانون الذي ال-Convention الذي اتفقنا عليها في المحور الأول أما بالنسبة لـ 20 فولت المصدر 20 فقيمة الباور هي V ضرب I V هي 20 وتحمل موجب لأنه الطيار يدخل من الموجب ضرب IC وهو التيار الذي هو يتبع الماش الثالث وهو الطيار الذي يدخل إلى البطارية وبالتالي عندي قيمة IC وأستخرج قيمة إذن الباور بالوات لكل من المصدر الأول والمصدر الثاني السالب هنا ظهوره يعني أن السورس الأولى والثانية هي تعطينا باور إلى Electric Circuit والسؤال الأخير لهذا المثال كم قيمة الفولت في البرانش ثمانية أو هي ليست إلا الجهد يساوي قيمة المقاومة ضرب التيار التيار الذي يمر في هذه البرانش هو ليس إلا بقانون الكي سي آل هو IA سالب IB وبالتالي أستخرج قيمة الجهد 28.8 فولت ترجمة نانسي قنقر